كاركوك تتصدر العراق بعدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 موجة ثانية من الفيروس حذرت منها الصحة العالمية بوجوب التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتعقيم المستمرة لاحظنا في الفترة الأخيرة هناك زيادة في عدد الإصابات وهذا ما حذرنا منه في السابق وأبدت وزارة الصحة أنه شفت هناك موجة ثانية مع بدء موسم الدراسة الجديد وكذلك مع تغيير الأجواء بالتالي زيادة عدد الإصابات متوقعة أيضا دائرة الصحة كاركوك عملت زيادة في عدد المسحات رغم خطورة الموجة الثانية للفيروس إلا أن إعلان بدي العام الدراسي الجديد يلوح بخطورة انتشار المرضى بين صفوف الطلبة حتى أطلقت دفاع المدني حملة تعفير للمدارس من أجل الحد من انتشار الفيروس فرق التعقيم في مدير الدفاع مدني كاركوك باشرنا بتعقيم المدارس طبعا قبل مدارس عقمناها من بداية مع الامتحانات الدور الثاني ودور الثالث ودور الأول عقمنا كل المناطق التي بها مدارس التي بها قاعات امتحانية هسلا مع بداية موسم الدراسي الجديد اللي بدأ من الأمس يوم الأحد فرقنا مستمر لحال هذه الدقيقة حانيوية لقناتكم وبدأنا من مدارس حسب المناطق الجغرافية موزع على مراكز مدير الدفاع مدني سعدون السلطان قناة التغيير كاركوك سعدون السلطان قناة التغيير